السلام عليكم ورحمة الله أفضل هاتف العالم وصل Vivo X90 Pro Plus أفضل أداء بالألعاب والاختبارات وأفضل كاميرا وأفضل شاشة وباختصار بدون ما أطول عليكم هو نمبر ون حتى الآن هذا مو تطبيل للهاتف أو دعاية هذا بالدليل وبالاختبارات هناك اختبارات كثيرة للأداء والكاميرات والشاشة راح أستعرضها معكم أنا علي سهيل بسم الله أولا مع فتح صندوق الهاتف الذي يهدي بنفس تصميم صندوق هاتف Vivo X80 Pro ونفس المواد المستخدمة مع وجود شعار زيزيز وأكيد هناك شعار Vivo تضم العلبة بالبداية الهاتف خلينا نضعه على جنب حتى نعرف ماذا يوجد بداخل العلبة ثم نعود إليه لدينا اللون الأحمر من هذا الهاتف وعدنا أيضا في شاحن فلاش Vivo بقدرة 80 واط وهو نفس الموجود في هاتف Vivo X80 Pro وأيضا قدمت Vivo خلاف بلاستيكي لحماية الهاتف بلون مطابق للون الهاتف وهي تأتي بنوعية جيدة وأعتقد أنها أفضل من الموجودة في الهواتف السابقة وأيضا نوجد بعض الأوراق وقبل الشحن من نوع USB-C وهو ذو نوعية جيدة وأيضا هو نفسه الموجود في هاتف Vivo X80 Pro أما من ناحية التصميم هل نرجع للهاتف ونتعرف على مواصفاته هذا الهاتف هو أحدث هاتف فلاكشب من شركة Vivo Vivo X90 Pro Plus لصراحة منظره باليد قمة في الروعة تشعر بفخامة التصميم وهذا اللون منه يأتي مصنع من الجلد وهو أفضل من الموجود في النسخة السابقة وبما أنه مصنع من الجلد فهو مقاوم للإنزلاق وأيضا لن يكون هناك بصمات للأصابع على ظهر الهاتف فنلاحظ أن لغة التصميم اختلفت بين الأجيال الثلاثة حيث نلاحظ Vivo X70 Pro جاء بكاميرات ضمن مستطيل في مربع كبير أسفل بعضهم أما Vivo X80 Pro فكانت ضمن دائرة في مربع كبير وإذا تذكرون أني في مراجعة هذا الهاتف قلت أنه لا يعجبني تصميم الضعف ولكن في نسخة 90 Pro Plus جاء برأيي أفضل من النسختين السابقتين ونلاحظ تصميم دائري كبير يضم جميع الكاميرات وهي عبارة عن أربع كاميرات سنتكلم عنها بالتفصيل لاحقا وبالمناسبة إذا كنت تشاهدني لأول مرة أتمنى تتعامني بالاشتراك والضغط على زر العجاب وبمقارنة لغة تصميم هذا الهاتف مع هاتف شاومي S16 Ultra نلاحظ أن Vivo قامت بمحاولة نسخ لغة تصميم هاتف S16 Ultra في عدة تفاصيل من هذا الهاتف حيث نلاحظ من هذه الزاوية الشكل الدائري للكاميرات وأيضا الأزرار الجانبية الكبيرة وحتى شكل الإطار المعدني والجانب الأيسر من الهاتف لا يحتوي على أي أزرار وأيضا من الأعلى يوجد فقط ميكروفون لعزل الضوضاء ومنفذ الأشعة تحت الحمراء ER وقد أضافوا مكبرات الصوت الثانوية في سماعة الأذن لإنشاء صوت ستيريو وفي الأسفل يوجد مكبر الصوت الرئيسي ومنفذ الشحن والميكروفون ودرج بطاقتين سيم كار ولو قيمنا التصميم والبناء يمكننا أن أعطاء 10 من 10 لهذا الهاتف حتى لو وضعنا الغلاف البلاستيكي الخاص لن تلاحظ ذلك ولن يفقد هذا الهاتف جماليته أما الواجهة الأمامية فهي تحتوي على شاشة بحجم 6.78 بوصة وهو حجم كبير من نوع AMOLED A6 من إنتاج شركة سامسونج بدقة Quad HD Plus ويتحوي على لوحة LTPO4 وهي الأحدث التي تعمل على نقل معدل التحديث من 1 إلى 120 هرتز بكل سلاسة وأيضا تقدم هذه الشاشة جودة صور طبيعية نابضة بالحياة وهي تقدم جودة ألوان غاية في الروعة ويعجز الكلام عن وصفها فاللون الأسود قاتم كما نلاحظ هنا عند مقارنتها بشاشة جوجل بيكسل 7 برو فالسطوع هذه الشاشة يصل حتى 1800 نتس في الذروة مع دقة 2K ومعدل تحديث الشاشة 120 هرتز وتحتوي أيضا على التحديث الجديد الذي يعرف بBWM وتعد هذه الشاشة واحدة من أفضل الشاشات لهذا العام وخاصة في هذا الهاتف أما من ناحية الصوت فقد حصل هذا الهاتف على مكبرات صوت ستيريو واحدة في سماعة المكالمات كما قلنا والأخرى في أسفل الهاتف دعنا نقارن بينه وبين الصوت الخارج من هاتف جوجل بيكسل 7 برو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دعنا نعرف رأيك أي الهاتفين أفضل من ناحية الصوت أسفل بالتعليقات أما لو انتقلنا إلى المعالج والاختبارات الحقيقية حيث هذا الهاتف يأتي بأحدث معالج من كوالكوم وهو سناب دراجون 8 الجيل الثاني تكلمنا كثيرا عن هذا المعالج في مراجعة هاتف شاومي 13 برو يلي تقدر تشوفه أعلى في إشارة التعجب والاختبار هذا الهاتف سنختبره أيضا كما اختبرنا هاتف شاومي 13 برو وسنبدأ مع اختبار 3D Mark بمقارنته بهاتف شاومي 12 اس ألترا و جوجل بيكسل 7 برو وهذا هو الاختبار المفضل لديه فهو يعتبر كابوس حقيقي على الهاتف حيث يتكون من 20 حلقة تستمر لحوالي 20 دقيقة من الضغط الشديد على الهاتف وهذه تعتبر مقارنة أخرى بين جودة المعالجات حيث نرى معالج تنسور 2 بهاتف جوجل بيكسل 7 برو وأيضا معالج سناب دراجون 8 بلس الجيل الأول مقارنتهم مع معالج سناب دراجون 8 الجيل الثاني حيث نرى بعد انتهاء هذا الاختبار الاختلافات الكبيرة بين هذه الهاتف الثلاث فهاتف جوجل بيكسل 7 برو حصل على أقل النتائج حيث حصل في أعلى أداء له على 1831 نقطة بينما هاتف شاومي 12 اس ألترا حصل على 2779 نقطة بينما هاتف فيفو اكس 90 برو بلس بمعالج سناب دراجون الجيل الثاني حصل على 3744 نقطة مع نسبة استقرار 84.6% وأعتقد أن هذه النتيجة ترجع أساسا إلى نظام التبريد V-S الذي تبلغ مساحته 8900 ميلي متر مربع أما الاختبار الثاني فهو اختبار بنشمارك انتوتو حيث سنجري هذا الاختبار لثلاث مرات لرؤية هل يوجد اقتناق حراري أو لا حيث حصل هذا الهاتف في المرة الأولى على أكثر من مليون وميتين واثنين وثمانين ألف نقطة وهي علامة رائعة خلينا نعيد الاختبار مرة أخرى بصراحة هذه صدمة كبيرة بالنسبة إلي فلم يحصل هذا مع أي هاتف ذكير من قبل حيث حصل على أكثر من المرة الأولى حيث حصل على أكثر من مليون وميتين وثلاثة وثمانين ألف نقطة بصراحة صرت متحمس أني أجري هذا الاختبار مرة أخرى خلينا نجري هذا الاختبار مرة أخرى ونشوف النتيجة الثالثة يا إلهي بصراحة أنا ما أني مصدق والله أنا لا أصدق هاتف مجنون بصراحة أيضا أكبر من النتيجة السابقة صحيح بالأرقام لا تعتبر كبيرة ولكن بالعادة ينخفض الأداء مع كل إعادة للاختبار بسبب الاختناق الحراري ولكن هذا الأمر لم يحدث مع هذا الهاتف أكثر من مليون وميتين وثمانين ألف نقطة هذه النتيجة للاختبار الثالث وبعد هذه النتائج قلت خليني أجرب هاتف شاومي 13 برو هل سيحصل نفس النتائج أم لا للأسف حتى ما وصل للأرقام يلي وصل إليه هاتف فيفو إكس 90 برو وتأكيدا لكلامي نلاحظ الانخفاضات بعد كل تجربة وأيضا هذا يدل على جودة نظام التبريد الموجود في هاتف فيفو وأيضا ما يدعم أداء هذا المهالج هو وجود رامات من نوع LPDDR5X وذاكرة التخزين هي الأسرع من نوع UFS 4.0 وهي الأحداث أيضا وفي اختبار الألعاب أكيد في لعبة Genshin Impact حيث رأينا اختبار هذه اللعبة على معالج سناب دراجون 8 الجيل الثاني في هاتف شاومي 13 برو لذلك سوف نرى نتيجة هذا الهاتف مع نفس اللعبة حيث نرى فيها ثبات كبير حيث يمكن استخدام هذا الهاتف ليس فقط للتصوير ولكن أيضا للألعاب وقد استطعنا الحصول على أفضل معدل إطارات على هاتف محمول حتى الآن وهي 59.91 FVS ولقد لعبت لفترة طويلة على هذا الهاتف ولا ملاحظ فيه أي سخونية تدقى وذلك بفضل لوحة VS للتبريد والتي تعتبر ضخمة نوعا ما والتي تبنغ كما قلنا 8900 مليمتر مربع وأيضا تجربة اللعب في هذا الهاتف تعتبر سليسة جدا مع معدل تحديث رائع لأخذ العينات باللمس وأيضا مع شاشة مثالية تعطيك تجربة ألعاب غاية في الروح أما الكاميرات فهي أسطورة أخرى بحد ذاته في هذا الهاتف حيث يحتوي على أربع مستشعرات مختلفة للكاميرات الأولى الرئيسية مع أحدث مستشعر من شركة سوني وهو IMX989 الذي يأتي بحجم واحد بوصة طبعا هي نفس الموجودة في هاتف شاومي 13 برو لذلك سنقارن التصوير في هذه الأجهزة بعد قليل وبما أنك وصلت لهذه النقطة من هذه المراجعة فأنت متابع حقيقي وتحب جميع التفاصيل المهمة عن الهواتف لذلك أتمنى أنك تشترك معي بالقناة وتضغط على زر الإعجاب لأنه هذا يفيد القناة كثيرا خلينا نرجع إلى تفاصيل الكاميرا حيث تأتي الكاميرا الثانية بحجم 64 ميجابيكسل وهي للتقريب 3X زوم أما الكاميرا الثالثة فهي العدسة الواسعة ألترا واي والتي تأتي بدقة 48 ميجابيكسل والعدسة الرابعة تأتي بحجم 50 ميجابيكسل وهي للتقريب 2X زوم وتستطيع الكاميرا الرئيسية تصوير فيديو بدقة 8K 30 إطارة الثانية وهذه مقارنة بين الثلاثة هواتف مختلفة وهي آيفون 14 برو مع شاومي 13 برو وأيضا هاتف فيفو X90 برو بلس شوف المقارنة وعطيني رأيك أسفل بالتعليقات أيهما أفضل من ناحية تصوير الفيديو نلاحظ أن الثبات في هاتفين آيفون و فيفو أفضل من هاتف شاومي 13 برو وأيضا عند تشغيل وضع HDR نلاحظ أن هاتف شاومي 13 برو لم يتمكن من تصوير فيديو بدقة 4K 30 إطار في الثانية أو 60 إطار في الثانية ولكن اكتفى بـ 24 إطار في الثانية فقط نلاحظ فيه بعض التقطيعات بستصوير بينما هاتف فيفو و آيفون وصلوا إلى 4K 60 إطار في الثانية وأيضا هناك شراكة بين فيفو و شركة Zizis حيث تقوم هذه الشركة بطلاع عدسات الكاميرات مضادة للإنعكاسات وأيضا يحتوي على فلاتر من شركة Zizis والاكتمال لتجربة ألعاب متميزة تحتاج أيضا إلى بطارية جيدة والبطارية في هذا الهاتف تأتي بحجم 4700 ميلي أمبير مع وجود شاحن بقدرة 80 واط و 50 واط من الشحن اللاسلكي تمكن البطارية من استخدام هذا الهاتف لمدة 6 ساعات مع دقة 2K و معدل تحديث 120 هرتز وسرعات الشحن في هذا الهاتف جيدة جدا حيث يمكن شحن هذا الهاتف حتى 50% خلال 11 دقيقة و 25 ثانية بينما يصل إلى 100% خلال 35 دقيقة فقط وبتصراحة كان هاتف Vivo X90 Pro Plus معاني من ارتفاع حرارة و اقتناق حراري حتى وقت قريب حيث وصل تحديث لهذا الهاتف قام بحل هذه المشكلة وهذا أمر رائع أن تعرف أن Vivo تهتم بهاتفها الذكي الجديد وبإرسال تحديثات جديدة لحل المشاكل الموجودة بالهاتف بأسرع وقت ممكن وبالكلام عن نظام التشغيل فهاتف Vivo X90 Pro Plus النسخة الصينية الموجودة معنا تعمل بواجهة Organ OS 3 بينما النسخة العالمية تأتي بواجهة Phone Touch وكلهما يعمل بأحدث نظام أندرويد وهو أندرويد 13 وتعمل خدمات جوجل على النسخة الصينية بدون وجود أي مشاكل ويأتي هذا الهاتف برامات بحجم 12 جيجا بايت يمكن توسيعها إلى ما يصل إلى 8 جيجا بايت طبعا تأخذها من ذاكرة التخزين الداخلية وأيضا تم التجهيز هاتف Vivo X90 Pro Plus يمستشعر بصمات الأصابع ثلاثي الأبعاد بالموجات فوق الصوتية وهذا هو الجيل الثاني من هذه التقنية وهذا أفضل من ما كان عليه في الجيل الأول فهي لا تشوبها أي شائبة مع هاتف Vivo X90 Pro ستحصل على أداء ألعاب قوي ونظام كاميرات قوي ولا تزال Vivo تصر على إظهار هواتفها بشكل أكثر أناقة وكل هذه الجهود جعلت من سلسلة Vivo X واحدة من أشهر مجموعات الفلاكشف في الصين في العامين الماضيين وأعتقد أنه من الممكن بالنسبة لهم أن يأخذوا زمام المبادرة في السوق العالمي وقد فعلوا ذلك من خلال رعايتهم لكأس العالم التي أقيمت في قطر وقاموا بالترويج لهذا الهاتف هناك حابب أعرف رأيك في هذا الهاتف أسفل بالتعليقات وبالنهاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله